ودائما مع شهيوات مائدة رمضان فبلا ما تحيري جبت لك وصفات سهلة وسريعة دغيكي وجدو بطبوط بدون دقيق أبيض بحشوة لديدة تيجي مفشفش خفيف قطني يصلح الفطور الكشحور الوليدات اللي ما تيصوموش مثلا كسونويتشات وشربات سمك اقتصادية راقية شهية بقوام كريمي ما تشبعش منها السلام عليكم ونبدو على بركة الله بالنسبة للعجين دل البطبوط غدي نحتاج الواحد كيلورام من دقيق ديل الفينو اللي هو دقيق قمح السلب عشر جرامات من الخميرة حوبيبات اولا خميرة الفورية ملقة كبيرة تكون عامرة وملقة صغيرة ديل الملحة اللي سنضيفو عليها ملقة كبيرة من العسل اولا السكر اللي توفرتو عليه نجمعو العجينة دينا بالماء الدافئ لقياس تقريبا اللي خدث مني واحد سبعمية وخمسين ملع لطر تقريبا ربعات الكيسان ديال العنبة وربع الكأس تنجمعو العجينة تتبقى خفيفة في ايدنا كيفما تطلع دمها تنبقى نطوي فيها تنخبطها في القصرية وتنطوي عليها جوج تتجمع معايا العجينة تتعطيني الطوع ومن بعد غنضيف عليها وحد من معايا القاة كبيرة ديال زيت زيتون تنكوها بزيت زيتون تندلقوها شوية وتتصبح جاهزة بشو تخليها تختامر ممكن تستعملوا العجينة الكهربائية او لا تخليوها ديالك راسها براسة بعدما تجمعو العجينة ديالكم بالنسبة توضيح الدقيق ديال فينو هو دقيق القمح الصلب او لا الدقيق الناعم ديال السيمولينا اختات مني واحد خمسة دقيق حتى ستا دقيق تندهن ايناء وتنغلفها كذلك بشوية ديال زيت تنغطيوها بواحد طبسي المثلا او لغيطاء ونخليوها حتى تختامر واضع في الحجم ديالها ونمرو مباشرة للحشو فحاجتنا الربعات المعاقبار من زيت نباتية او لا خليط من زيت زيتون وزيت عادية تنشحر في واحد من سكيلو ديال البصل من المفضل البصل اللي تتكون دهبية او اللي بيضة او اللي الخضارية تنضيف عليها قرن من الفلفل الحار اللي مقطعها المكاعبات الصغيرة وهو اضافة اختيارية 300 جرام من الخليع اللي دوسته في الروبو حتى تفتت بهالطريقة او لا اغريش مثلا اللي ما توفرش عليه ممكن نعوض بالكفتة ديال الحام البقري او اللي الغنمي او لا مثلا الكفتة ديال الجاج او لا كذلك ممكن تنكهوا البصلة ديالكم بواحد العلبة ديال الطون تجيء كذلك رائعة بعد الانتهاء تنضيف واحد معلقة كبيرة من بقدونس هالحشوة ديالنا جاهزة فبالنسبة للشربة فحشتنا رابعة ديال القيمرون كافية استعملت هنا قيمرون رمادي ممكن تستعملوا اي كوفيت اللي توجده بالسوق 150 راها كافية باش تعطينا النكهة وكذلك ما غايش نقطعوه غاديبقان بهاد الحجم هذا بين الشربة ديالنا تنزولوا الروس الرجلات تنضغطوا على الديل وتنزولوا قشور كاملة بهذه الطريقة ونضزوا لدهار دياله وتنفتحوا بهذه الكيفية بواسطة السكين ليكون حد ونزولوا هذ الخويط هذا نستمر في تقشير ديال القيمرون بنفس الكيفية وبالنسبة للسمك استعملوا اي نوع من السمك ابيض تتوفروا عليه يكون الثمن دياله مناسب فهنا استعملت السمك القد اللي هو الباكالاو الكمية حسب الرغبة استعملت هنا 250 جرام اللي غادي نقطعها لمكعبات وغادي نمرو باش نحضرو المرق ديال السمك اللي غادي ناخده هذوك الروس مع القشور ديال القيمرون نضف تعليم جوج ورقات من الرند واحد القشورة ديال البرتقال فقط طبقة العطرية الصفراء وعويدات ديال البقدونس ديال معدنوس غادي نضفع عليهم واحد لترين من الماء اللي غادي نخليهم يتغلوا مزيان ومنسبة للخضر اللي غادي نستعمل ثلاثة حبات من الجازر بطاطس وواحد لحبة من البورو بالنسبة للحبة ديال البطاطس فالاخير سعملت جوج باش خطروا لي اعطوني القاوم الكريمي بالنسبة للشربة ديالنا وواحد جوج خصوص من التوم بطنجرة سنوضع معلقة كبيرة من الزبدة وواحد ثلاثة معلقة كبيرة من زيت نباتية سنوضع الطنجرة على نار متوسطة وغادي نشحروا فيها القطع ديال السمك الأبيض وكذلك خوفيت واستعملت واحد شوية من بوزروك او للمحار ضفت شوية الملحة مع البزار ونشحرهم مزيان في هاد الزبدة مع الزيت غير يتبدل لون تنزولوهم يعني غير يقبطوا هادا كل لون البيض يتبدل لون ديالهم تنزولوهم باش ميقساحوش ليناء تنظيفو تسلمع القبار من الزيت ومعقة كبيرة من الزبدة بعد مزولونا قطع ديال السمك وهنا غادي نمرو باش نشحروا الخضر اللي عندنا البورو، بطاطا، توما، وكذلك الجزر غادي نشحروهم حتى نلاحظو بأنهم بدو تتكرملو معانا باش يعطونا واحد لنكهة مميزة لهادلا سوب هذي شربة اللي تنعتمدها في الرسطو عندي قلت نشاركها معاكم لأنها تتجي لديدة بمكونات ليهما بساط وبالموجود عملت واحد سودانية يعني قرن صيور اللي تكون مجفف من الفلفل الحار إضافة اختيارية ماشي ضروري سنضيفو شوية الملحة وشوية البزار حسب الضوء سنكرملو هاد الخضر كيفما تتلاحظو معايا وفي هاد الأثناء غادي نضيف المرق سنناخدو هاد أداة اللي تنميسو بها بطاطا باش ننحضروا البوري غادي نشدها وغادي نضغط على ذاك الرؤوس وذاك القشور اللي عندي باش يتلقو ليات كل العصارة ديالهم ومن بعد نصفيوهم ونضيفوهم للخضر تتعطيني واحد طعم رائع وتستفدو من ديك النكهة دي القشور دي القمرون مع راس دياله وهنا غادي نضيف واحد المعلقة كبيرة من صلصة السمك مركزة كيفما تتلاحظو معايا الناس اللي في اسبانيا اراها تتسمى صلصة دي أسترا فكانت متواجدة فمركادونا ولكن ما حرفش ان امريكا دون احدهم مقاش يجيبوه وش ما تتمشاش لهم كان كذلك في كاريفور ويعني المحلات تجارية الكبرى ضرورية متوجدوهم فيها بعد ما مرت واحد لعشرين دقيقة على الخضر فاطحنتها بالطحان الكهربائي اليدوي ومن بعد تنضيفوا للقطع دي السمك فهد الشربة عشرين دقيقة ستكون جاهزة ضفت هنا واحد عصير ليمون الحم قياس دي الواحد جمع القبار ومعاقة من سلسة الطماطم او لمركز الطماطم او لما توفرتوش على مركز الطماطم تتعملوا السلسة دي الطماطم غير باش تتعطيكم هذا كلوين اللي ما بغاش يضيفها فهي اضافة اختيارية بعشرين دقيقة تصبحت الشربة جاهزة سنضيفوا لها معلقة كبيرة من البقدونس وسنضيفوا للموقيد اكيدة إلا زربتو هاد الشربة غادي تتعمدوها دائما لأنه تنسربها في الريستور عندي رام زليف تيجيو خاوين يعني تتعجبهم بزاف وهنا بالنسبة للعجينة دي البطبوط بعد الاختمار ديالها سنضيف على شوية ديال الدقيق باش ما تلتسقش ليه باليد او لفق سطح العمل لأن العجينة كيفما لاحظتوها رات تكون خفيفة باش تجينها مفشفشة وتعطينا بطبوطات ليكونوا زوينين فهنا قسمتها للتسعتاشر قطعة حتى العشرين قطعة خرجت هنا تسعتاشر قطعة بالحجم اللي بغيت تلفهم على شكل كراوي كيفما تتلاحظوا معايا فكيفما لاحظوا بأن العجينة فيها فقط دقيق ديال الفينو اللي هو دقيق قمح الصلب فلاحظوا معايا من شاء الله العجين رائع بطبوط بدون دقيق ابيض غادي نبدأ بالقطعة ديال العجين اللي اعملت غادي نبسطها اي واحد شوية وغادي ناخده واحد المعلقة من هاد الحشوة بعد ما تكون بردات باش ما تقطع شنين العجينة ديالنا ونبسط باقي القطع بنفس كيفية باش نربحوا الوقت كيفما قدتلكم وصفات اللي ضغياء كيوجدوا فالوقت اللي انتم تتوجدوا فيه الشربة العجينة تتكون خسامرات يلي عملتوا نفس الترتيب وعملتوا بحشوة حتى هي تتبرد تتكملوا الشربة ديالكم تدزوا البطبوط غادي تخبزوا بغايت تحطوه على المائدة ديال الافطار ارى الشربة تتكون سخونة وبالتالي البطبوط تتعملوا ليه المقلة الكهربائية اللي تتكون طويلة بغاية كيوجدوا او لتتعملوا جمع خاليا ستحطوا الوصفات ديالكم مشخان في الوقت ديال الافطار كيفما قدتلكم هاد البطبوط هادا على شكل صون ويتشات لانه تكون محشو من الداخل هاد الوصفة اكيد غادي تعجبكم لانها ضغياء كتوجد كذلك حشوة رائعة وبسيطة كيفما قدتلكم اللي ما بغيش يستعمل الخليع او لا اقريش فممكن تعملوا تعوضوا بالكفتاء او لا بالدجاج او لا كذلك علبة ديال الطون تنسموا بها البصلة ديالكم راه تتجي اكثر من رائعة فهنا غرباش النوع معاكم اعملتليكم الخليع تنبسطوا القطع ديال العجين اللي احنا قمنا بالحشو ديالها بها الطريقة بالنسبة الوحدات ديال البطبوط انتو ما بغيتوهم صغر عملوهم صغر متوسطين متوسطين كبار كبار يعني انتو ما تبقى لكم الاختيار هنا عملتوهم متوسطين ولكن رامتيجوش بعيات لان فيهم الحشوة فطور هاد النهار فعملت في غير هاد البطبوط شربة ديال السمك كاز ديال الاسي وشوية ديال العسر يعني كل واحد اشنو باغي صعب مع السالات وبالنسبة الاتمار وادا كل واحد اشنو تبغي وصافي يا الله انتمنى الوصفات يكونوا عجبوكم وتحاولوا تطبقوهم مباشرة بعد الانتهاء من الحشو ديالهم والتقراس ديالهم سنخليهم يعني غير الوقت اللي كملت يعني واحد ثلاثة دقائق وربعة دقائق سنبدأ بالخبز بواحد المكلات اللي تكون سخونة او البلانتشة اللي تكون سخونة تنمضعوهم تيتشمعو وتنقلبوهم وتنستمرو في خبز باقي الوحدات بنفس الكيفية فانتوما لاحظوا معيارة يبدو ينتافخو وتيجو خفافات الى الوقت اللي تتهزو من تتسبو مخفاف بزاف وانتمنى تكونوا بخير وتكونوا دوزتوا يومكم صحة والسلامة ولا يتقبل من الجامعة وكيفما ديما حاولوا تشجعوني باللايكات تعليقاتكم اللي تتفرحني بزاف لما مشتركينش حاولوا تشتركوا نضموا لعائلتنا بتفعيل الاشتراك والضغط على رمز الجرس للتواصل بكل ما هو جديد وترحب دائما بالجامعة تنشكركم على التعليقات الطيبة ودائما بالنسبة للتنمغي نعرف منين تتجاهدوني باش نعرف المتابعين ديالي فين مركزين يعني فين كينين ومرحبا بأي استفسار او اقتراح فلاحظوا معايا ما شاء الله بطبط اللي تيجي مفش فش رائع خفيف فممكن تعملوا جوج مقالي لما كانش عاد لكم هاد البلانشة هادي اولا البلانشة اللي تتكون مستطيلة عادية راتتز حتى الستة يعني ديال الوحدات ولكن بطبط اللي هو صغير راتتز لكم كمية اللي هي كثيرة بالنسبة لهاد البطبط الى شاط لكم ولا شي حاجة فما تخليوا الشل غدل هي باس ولا شي حاجة مباشرة خدوا الكمية اللي محتاجينها خليو هي غري برد حاولوا تغلفوا العدد اللي بغيتو بالبلاستيك الهدائي او اللا تضعوه في العلب ووضعوه في المجمد الوقت اللي تتحتاجوه خرجوه خليوه يطلق واحد شوية غير سخنوه وحطوه في الطبلة ربح اللي الله وجدتوه فات نشكر الجميع وبالنسبة الاقتراحاتكم واي حاجة اي وصفة بغيتونا نعملوها اكتبوها في التعليقات ان شاء الله رانحضرها معاكم ولا كان اي اشكال في اي حاجة ولا هادا كتبوه لي بالنسبة الا كانش تساؤل حول الحشوة لان انا ما عملتش فيها لقامة فما عملتش فيها حاجة لان الخليع تيكون في هذيك العطرية دياله وتيكون شوية مالح لهذا انا ما عملتش حاجة يعني عملنا غير واحد القرن ديال الفلفل الحار وهذا كنت سكيله ديال البصلة المشلدة وشحرناهم فشوية دياله وضفنا اليوم هذيك الخليع وبالتالي ما ضفنا بتاشي حاجة اما مزار ولا ملحاولة ما ضفنا بتاشي حاجة كيف ملاحظتوا معايا الوصفة كيف مما هي راكم شوها معايا يعني باش يجوني تساؤلات حول العطرية ولهذا را ما عملتش تاشي حاجة يلا كنتو غادي تتعملوا مثلا طون ولا تعملوا مثلا الكفتة ولا شي حاجة الكفتة تقدرو تتبلو بالنسبة للطون ديفو شوية ديال الملحة وشوية ديال البزار يعني هذي بعض الاقصراحات والقناة ترى غنية بالوصفة ديال البطبوط اللي تيكون محشو وصفة اللي اكيد تتنفعنا في رمضان ومن غير رمضان مثلا تل الوليدات ديالنا اللي تيكونوا فاطرين ولهذا تتصلح لهم كاسون ويتشات بنهار يعني ما فيهمش تتوقفوا وقفة وحدة اللي تتكون نافعكم للإفطار للصحور للوليداتنا الصغار وهانتم ملاحظوا معايا القوامل جينك فشة جيم فشة خاوية وكلها متقبة تي حاجة لغزالة وهذه هي الشربة ديالنا رائعة كما قلت لكم لا جربتوها أكيد ستتعمدوها دائما تتجيب قوام كريمي شربة سمك بمعنى الكريمة المداخ فيها مركز وبوحدة الكمية اللي هي بسيطة ديال السمك نتمنى الوصفات ديال اليوم يكونوا نروا الإعجاب ديالكم رمضان كريم دمتم لنا أوفية وبصحة وورحة ترجمة نانسي قنقر